إسرائيل هي التي تدير الحرب أمريكا هي التي تسلح وإسرائيل هي التي تقتل وهي التي تكتب برقة السلام ما هو السلام؟ ما هي شروط السلام؟ من يدير السلام؟ ولمصلحة من هذا السلام؟ وهل هذا السلام متكافئ؟ هل السلام المنشود يغير من شكل الصراع ومن طبيعة الصراعات الآنية والمستقبلية؟ ما شهدنا هذا في هذه المنطقة بالذات ماشي الحرب في غزة ونتائجها وكوارثها والإبادة الجماعية والمليارات التي أنفقت والتي دمرت اليوم نحن بصدد السلام في غزة وفي بيروت ومع إسرائيل إسرائيل تقبل السلام؟ إسرائيل تؤمن بالسلام؟ هل السلام سيكون مكتوباً وبشروط ما يحقق نظرية أمن إسرائيل؟ والباقي منه كفتات يبقى إلى لبنان أو إلى غزة أو إلى منطقة الشرق الأوسط؟ هذا الذي يجب أن نفهمه حتى نصدق وأن تجابه الناس بالحقائق جاء هوكشتاين إلى المنطقة سيفر غداً إلى تل أبيب ليتباحث مع ناتنياهو ثم يعود إلى واشنطن ليتحدث مع هذه الأطراف من أجل السلام طيب إسرائيل هي التي تدير الحرب أمريكا هي التي تسلح وإسرائيل هي التي تقتل وهي التي تكتب برقة السلام حتى قد يكون هناك من هو أثقف مني وأكثر مني ساعة في الفكر وفي الثقافة وفي الفهم قد يستوعبها لكن أنا لا أستطيع أن أستوعبها إذن المنطقة بكاملها ماذا وأين ستذهب؟ ناتنياهو يريد الشرق أوسط جديد من الآن في المعادلة خارج التهديد؟ العراق مهدد لبنان تحت القصف غزة تحت القصف إيران مهددة تركيا تحت التحذير ونتنياهو يريد من خلال هذه الحرب أن يصل إلى أحلام أو إلى ما كان يحلم به ويريد أن يوسى نطاق الحرب الأقليمية بالمدى الذي هو يريده في ظل خمول واضح في الأقليم ترجمة نانسي قنقر